يظل إنسان الولايات الشمالية شامخ كنخي نواصل معكم مشاهدينا دفقنا الصباح الحي ولسا مواصلين معكم عشان نقلم ملفات مختلفة تخص عملية التمور لكن نتجول أيضاً مع بعض الفاصل إلى جانب اقتصادي أكبر كيف ممكن نسوق للتمور وأبعاد الاقتصادي ممكن تشكل أمن غزاء بالنسبة نحن في السودان ممكن إمكانية التصدير في المستقبل الغريب بإذنه تعالى أشجار النخيل هبة الشمال ورمز البقاء والشموخ لأكثر من ثلاثة آلاف عام يجسد وجودها معنى الارتباط والحب إنسان الشمال وبطبعه ميال للجمال والطبيعة حيث تمثل أشجار النخيل كل تلك المعاني والتفاصيل موسم حصاد البلح من المواسم المهمة لمواطن الولايات الشمالية فيه تتلخص صفات الخير والتكافل والتواصل الاجتماعي يعد موسم حصاد البلح منفذاً اقتصادياً يسهم في إنعاش الحركة التجارية بالأسواق الداخلية والخارجية غير أن بعضاً من أصحابها والذين وقفوا على تاريخ مواسم الحصاد لفترات طويلة يسوقهم الحنين إلى تلك السنوات التي شهدوا فيها ذروة عافيتها تجارياً واقتصادياً واجتماعياً شجرة النخيل من الأشجار التي لا يمكن الاستغناء عن أي جزء من أجزائها والبلح على ذات القدر يحمل العديد من الفوائد والأنواع التي تحمل أسماءً يحفظ لها الناس الجميلة والعرفان والتقدير لكونه يسهم في دخل المواطن بأكثر من ثمانين بالمئة ليسجل بذلك رقماً اقتصادياً لا يمكن تجاوزه ارتبط الإنسان بالنخيل وجدانياً فظل يشملها بالسقية والرعاية كما ارتبط به الأجاد والآباء تجمعهم في ذلك القيمة الجمالية والغذائية ورمزية المكان والانتماء حيث تطورت أشجار النخيل بتطور المنتجات حتى صارت تواكب عجلة التقدم في هذا المجال تتوافد الأسر من كل الأسقاع البعيدة لحضور موسم الحصاد باعتباره يمثل فرحة تتداعى لها القلوب والأجساد ويسعد الأطفال والكبار بهذه المناسبة الأسرية التي تجتمع عندها أفراد الأسرة في هذا الوقت من كل عام ويظل موسم حصاد البلح والذي يبدأ في سبتمبر إلى أواخر شهر أكتوبر فرصة للتلاقي والتكافل الاجتماعي وإذكاء جزوة الحب والحنين لأرض تحن بدورها إلى كل من زرع فيها بذرة للخير والجمل موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى